بسم الله الرحمن الرحيم ورجعنا تاني ندرس آآ بعض ونشوف ازاي نقدر ان احنا نطلع من ديت نتيجة بس تكون كمان آآ آآ الحقيقة اللي انا عايز اجربها النهاردة هحاب ان انا اجربها على البوكس البوكس ده انا زودت عدد شوية زي ما حضراتكم شايفين كده وطبعا نضغط على اف اربعة عشان تبقين لعدد فالسيجمينز بتاعتي اهي المأسات اختيارية طبعا زي ما انت عايز اللي اتنين اللي انا حابب ان احنا نستعين بهم وعايز دلوقتي اعمل حاجة جميلة جدا عايز اربط اللي اتنين دول ببعض بحيس لما واحد يشتغل التاني يشتغل معه بنفس الوقت فمسلا التويست طبعا زي ما حضراتكم شايفين هي بتعمل العملية بتلوي كده البوكس بالمنزر ده البندينج بتتنيه بالشكل ده فانا عايز دلوقتي لما اجي قاتني واحد او لما اجي اشتغل على الانجل بتاعت واحدة اه التانية كمان تشتغل بنفس الطريقة هنلاحز كمان ملحوظة جميلة تانية ان الاتنين دول في البرامترز بتوعهم متشابهين جدا مع بعض هتلاقي انجل اكس اي زي اه ليميت افاكت هتيجي تلاقي في التويست تقريبا نفس القيم هي ذاتها بنفس الشكل طيب ايه الجديد بقى دلوقتي هنعمله انا هاجي افتح الكورف اديتور الكورف اديتور هنعمل عملية بين الاتنين طبعا هو اللينك ده ممكن يتم بكزا طريقة الحقيقة برضه عشان واحد يعني يكون صريح ممكن تتعمل بالواير بارامترز ممكن اجمعهم هما الاتنين على سلايدر يعني لما تمشوا ان شاء الله خلال الفيديوهات المختلفة هتعرفوا الموضوع اللي انا بتكلم عليه ده اتكام ممكن اجمع هما الاتنين على من المانيبيليتورز ممكن جدا جدا هما الاتنين يتجمعوا بالواير بارامترز كنا برضو تكلمنا عليها في فيديوهات كتيرة بس عشان نتعلم اه امر جديد او حاجة جديدة فانا مش هشتغل بالطريقتين دول هشتغل بطريقة الكورف اديتور طيب في الكورف اديتور انت هتلاقي عندك البوكس موجود اهو بوكس زيرو زيرو ون هتلاحز ان فيه عندك وفيه عندك الاتنين والبيند فقرر انك تختار اي واحد منهم هقول له طيب تعال نبدأ بالتويست مسلا انا حابب ان انت تربط لي الانجل بتاعت التويست دي بالانجل بتاعت البيند بحيث لما الانجل بتاعت التويست دي تزيد الانجل بتاعت البيند كمان تزيد طيب حعمل الكلام ده ازاي حاجي وقول له assign controller assign controller طيب الكونترولر الجديد اللي احنا عايزين النهاردة نتعلمه هو controller وعلى فكرة انا بعتبره هو اساس الparametric design والبروغرامنج في ثري دي ستوديو ماكس اللي هو float expression. float expression. في float expression ده انت تقدر اه تكتب اي معادلة رضاية تكتب اي كود. وطبعا الكود ده بيتحول على طول لترجمة للأوامر. فمجرد ما حاجة اقول له float expression حقول له اوكي. هيقول لك والله اهو. ايه بقى عرف اللي انت عايزه. حاجة هنا مسلا اقول له البند او خليها بيه اللي هي اختصار بند. انا عايز اعمل لك دلوقتي اسمه بند. هقول له create. طيب البرامتر بتاع البند ده هل انت عايز يعني عايزه يبقى رقم? ولا عايزه يبقى لكونترولر اللي حاجة تانية. هقول له لا انا عايزه يبقى للبند انجل. احنا دلوقتي احنا بنتعكم في مين في التويست انجل. فانا طبعا اي حاجة عاملنا هنا في هيبقى هو ترجمة او لينكد مع البند انجل. فحاجة اقول له وحنزل ادوره. حالية عندي اهو في الوبجيكتز حاجة اسمها اوبجيكتز. بوكس زيو زيو هفتحه. حالية عندي فيه موديفايد اوبجيكتز دي طبعا الموديفايدز اللي موجودة. هتلاقي التويست هتلاقي البند ما ننساش احنا هدفنا البند دلوقتي. وانا عايز الانجل دي هي اللي تبقى هقول لوكي. يبقى احنا كده عرفنا ان فيه عندنا متغير اسمه ده بيرمز لايه? للانجل الخاصة بالبند. هو احنا فتحين مين? حاجة في وحقول له بتاعتك ديت خليها يعني ما تضيفش عليها اي حاجة. اه ممكن كمان على فكرة كنا نجرب كده نقول له مسلا نخليها بي. خلاص انا كده مش محتاج اكتر من ان دي تبقى بتاعتك. يبقى انت دلوقتي اي تغير هتعمله في الانجل بتاعت التويست حيساوي او حيغير فيه الانجل بتاعت البند لان انت ربطوهم ببعض عن طريق الاكسبريشن وانا له افاليويت. حاجة بعد كده بعمل تاستنج. دلوقتي انا حاطت التويست هتلاحظوا حضراتكم ان التويست مطفية خلاص. ما تقدرش تتحكم فيها. لو رجعت للبند هتلاقي ان البند نهاية موجودة. طيب تعالوا نبدأ ان اغير في البند كده. فعلا لما بابدأ اغير في البند بتبدأ التويستن كمان تبان. حابب تتأكد تعالوا نطفي العين او اللمبة الخاصة بالتويست. اهو ده تأسير البند الواحدة اهو. تمام كده? لكن لما بجي تغير فيها تتغير. طب هنا كام? هنا مسلا مكتوب مينس مية وعشرين ونص. هتيجي في التويست هتلاقي نفس القيمة نفسها اتكتبت معك. بالمناسبة برضو الترتيب الموديفارز جماعة مهم وكنا اتكلمنا قبل كده في الموضوع ده. فلو انت غيرت ترتيب الموديفارز خليت مسلا البند فوق التويست. دلوقتي انت بتتحكم اهو في البند وكل ما هتبدأ تنزل بالبند. هو خليها مسلا تلتمين وستين ضربة. هتلاحزوا حضراتكم ان هو عمل الاتنين مع بعض. فهو عمل البند والتويست الاتنين في نفس الوقت. ده اللي هو بتعرف باسم الموبيوس كورف. الموبيوس كورف ده طبعا علاقة آآ آآ ماثماتيكة آآ معروفة جدا. والمعمارين كتير جدا بحبوا يشتغلوا بيها. اصبح عندي اهو حاجة بتمثل الموبيوس كورف عملنا بطريقة سهلة جدا بسيطة جدا متغيرة طبعا كل ما زالت عندي فانا ممكن في اي وقت ارجع للبوكس مسلا اعدل في الطول او في العرض مسلا عايزة اه اعرض شوية عايزة تبقى اطول شوية فبتبدأ تدي لك علاقة جميلة جدا وشكل برضو جميل جدا. آآ سريعا لو انا حابب برضو ان انا استفيد بهذا الامر. انا عارف ان ده احنا كده خلصنا بس برضو كاما عمارين الامكانيات بتاعة الفورم فانا هعمل منه زي ما حضراتكم برضو تعودنا مش بنشتغل عالشكل الاصل عشان ما نضيعوش. الشكل ده في حد زيته انا ممكن كنت استفيد منه وخليه آآ مسلا خمسة وتلاتين في خمسة وتلاتين. اصبح كده هو كأنه مبنى او كأنه آآ والله يحابب بعد كده احط عليه مثلا. كنا اتكلمنا بلكده برضو على ده اللي هو بيقص الاشكال او بيقطع الاشكال. فهخليها مية وتمانين درجة. هقول له آآ خلينا مسلا على هقول له خليها مسلا يبقى هو كده شال الجزء السفلي اللي تحت. طبعا الموديفار ده اتغير شوية في سنة آآ الفين اتن وعشرين عن الاصدارات السابقة لكن هو سهل ما فيش حاجة صعبة فيه. فسي مسلا حكتفي بهذا القدر. برضو لو انت حابب تقفلهم في عندنا موديفار اسمه كاب هولز كاب هولز عشان يقفلوا بالكامل. فكأنك عملت اهو مبنى ولها قاعدة موجودة. برضو ممكن آآ نفس المبنى الاصلي او الفورم الاصلي التاني اللي انا احتفظت به بعض ما ضاعتوش. هاخد منه برضو آآ نسخة. وهنزل عليه موديفار ايدت بولي. من ضمن الامكانيات الاخرى اللي احنا نقدر نحنا نعملها في الادت بولي. هاختار مسلا سيد الضلع من هزي الاضلع. آآ وحضر على كلمة لوب. يبقى هو كده اختار امتداد كل هذا الضلع من اول البوكس المفروض لنهايته. ممكن بعد كده اقول له والله آآ طلع لي هذا الشيب. وهخليها كمان زي ما هي كده. ونشوف الشيب اللي طلع معنا. هطلعز ان انت اصبح عندك دلوقتي اهو. الشيب ده ممكن الشيب ده تستفيد منه بكزا طريقة. ممكن تدي له موديفار زي مسلا. فوسويب طبعا في حد ذاته الى امكانيات تانية اخرى فكي انك بتعمل او من بس نبقى اخدين بالنا طبعا لان الشكل ده كان مفتوح فهو عمل ده ما لفهاش ببعض الا لو حابب انك تقفل بقى الشكل ده ويطلع باستماري قفل طبعا السويب مش هيخدمك في الموضوع ده. نرجع للمحاضرات الخاصة باللفت اللفت تدي لك هذه الامكانية. لكن المهم مشاهد في الامور ان احنا عندنا هنا امكانيات كتير. ممكن نخلي ده حتى اه بايب بحيس بشكله دائري. ويبقى احنا برضو جبنا نتيجة تانية مختلفة عن الشكل الاصلي. طبعا امكانيات بتاعة الفورم كبيرة جدا جدا لكن الحاجة الجميلة اللي احنا عملناها ان احنا اصبحنا رابطين الاتنين دول مع بعض بآآ برضو نجرب كده جماعة ونحاول احنا نكتشف امكانيات اخرى لعزة التكنيك. فعلى سبيل المثال لو رجعت تاني مسلا للفلوت اكسبريشن. اه مش عرض ان البي دي تفضل زي ما هي. يعني انا كممكن اقول له مسلا البي دي بلس اه سي مسلا اه خمسة. اقول له فده معنى ايه? ده معنى ان كل ما هتعمل بندنج مسلا بزاوية تلتمية وستين اهي هتلاقي ان التويستنج بقيت تلتمية خمسة وستين. يبقى هو بيعمل لك زيادة مسلا. طب والله بدايها آآ شيل للخمسة دي بلس. وخليها مسلا آآ ضرب في آآ اتنين. تبقى ضعف. مسلا اقوله برضو. ده معناه ان انت هتعمل ضعف القيمة بتاعتك طبعا معلش انا هتطر ارجع للبوكس تاني عشان نزود عدد من تاني. عشان تسابورت معي بس. الطريق الجديد امر جديد. فهتلاحز مسلا دلوقتي البندنج اندك لو تلتمية وستين درجة هيبقى سبعمائة وعشرين درجة. فانت اللي هنا بتحدد العلاقة بتاعتك اهو مسلا ان انا وصلت دلوقتي لديزاين جديد او لفورم جديد. الموضوع مش بس كده. الموضوع ممكن بقى يبدأ اياه تطور معنا. ازاي? ممكن نعمل حاجة ضعيفة بدل الضرب والحاصل ممكن خليها بس بالسالب. سوريا عفوا خليها بس جملة واحدة وبرضو حقوله فكده يبقى انت برضو حضرتك لو دي البند تلتمية وستين هتلاقي ان التوست بقت سالب تلتمية وستين. يبقى برضو انت تقدر تكتب العلاقة اللي انت شايفها. ممكن موضوع بقى يكبر معنا ازاي? في هنا لو فتحناها يا جماعة هنلاقي هنا بتاعتنا كلها اللي احنا ممكن نستخدمها. فمسلا انت عندك والكوزين مسلا وعندك اللي هي العلاقات دي فممكن مسلا اشوف هتلاقيها موجودة هنا. يبقى دي طريقة بتاعت الصين. طب بفرض ان انا عايز اعمل موضوع ده. ممكن بسهولة جدا. حاجة هنا اخلاص انا عرفت اللي انا عايزه. بس نتأكد انها يا جماعة اهم حاجة. وهقول له مسلا ساين ماينس اكس. اوكي. احقول له افالويت. طلعه ما اطلع عليكش رسالة خطأ. يبقى انت كده قبل اللي انت كتبته. ممكن نرجع بعد كده هتلاحز ان البند بتاعتك مثلا تلتمية وستين اصبحت التويست ماينس آآ زيرو مثلا. طب تعالوا نغيروا في هذا الرقم شوية. او نزود فيه مثلا. هنلاقي ان التويست هنا بقى يطريق زيرو بوينت واحد واحد تلاتة. طبعا دي لقى اللقب بتاعت الصين اللي احنا اختارناها. ده بقى يعني آآ لقى رقم قليل جدا مقارنة بالقيمة الابسولوتي المكتوبة. فهنا انت تقدر بقى تقرر الى اللقب المناسبة. والله يا لا انا مش حابب الموضوع خليها يعني بس هنذهب فيه اتنين مسلا. اصبح دلوقتي انا حصلت على قيمة تانية مختلفة. دلوقتي لو كتبت فعلا اهي تلتمية وستين. يبقى انت كده بتحصل على آآ الضعف بالسالب. طبعا هنا ده ده فالماثيماتيكس الحقيقة لما بتتحول الموضوضة يعني بيبقى جميل جدا ويدي لك بقى امكانيات. تخيل طبعا احنا شغلنا انت عندك بقى كتير جدا وضخمة جدا وتقدر تعمل اللي انت يعني آآ شايفه مناسب. نكتشف كده جماعة امكانيات هذا الامر وآآ نحاول يعني نضرب ايدنا فيها.